السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم اسماء من قناة اسماء للطبخ اسماء كويزين اليوم راح ندير مع بعضنا غاتان البطاطا والدجاج بطريقة الشاورمة بسم الله نبدأ بتحضير الوصفة مع بعضنا بالنسبة الوصفة اليوم حين نحتاج الى صدر الدجاج مقطع بهذا الشكل زوج مغارف كبار ابناليا وغطبيعي تشكيله من التوابل اللي هي عبارة عن مغرفة صغيرة من توم بودرة نص مغرفة كوركم نص مغرفة في الكحلولة بيض ملعقة كبيرة معمرة مليح من توابل الشاورمة وشوية ما يعادل نص ملعقة صغيرة من الأحشاب المنسمة المجفافة نزيد عليهم شوية زيت الزيتون هنضيفوا التوابل اللي تحبوهم ماشي متوفرين عندكم توابل الشاورمة تقدروا تعودوهم بأي نوع من التوابل بتوفر عندكم في الدار احنا تقدروا تضيفو لهم اسرة على القارص انا ما كان شاندي نخلطهم مليح مع بعضاهم ونحطهم على جنب يتبلوا لي لمدة ساعة الى زود سوايا قد ما خليتوهم قد ما يجيكون بنا قد ما خليت الجاج التاعي شرب لي مليح هذيك تتبيلة نجيها قد في مقلة ناشفة نحطوه ونقل فيه حتي يشرب لي كامل هاد الماء النار تكون قوية باش الجاج تعنا ما ينشفش من بعدها في هذك الوقت انا خليت البطاطا قطعتها الى قطع صغيرة ملحتها وقليتها في الزيت من بعد نحط طبقة من البطاطا ندير فوقها طبقة تانية من هذك الجاج ونجي ندير عليهم من الفوق كمية لباس بها من سلسة البشامل ونسوس بشامل اللي سبق وحضرتها معاكم عدة مرات راح تكون متكونة من زوج مغارف من المغارين ندوبوهم نزيدو عليهم زوج مغارف ماشي معمرين مليح من الفارينا نحمسوهم ونزيدو عليهم كاس ونصدع الحليب ملح في الكحل وشوية من رشة من جوز الطيب لانوان الموسكات بعد ما تعقدنا نجو نحطوهم هكذا مباشرة فوق سطح لقغاتن نرشو عليه كمية لباس بها من الجبن المبشور ونحطوه يسو قغاتين ولا يتشوى لنا غير من الفوق من بعد نخرجوه ونقدموه بالصحة ولحنا هدا هو الطبق النهائي قراتن بطاطا والدجاج بطريقة الشورمم قراتن بنين سهل وكمشتو نتيجة رائعة نتمنى يا ربي نتمنى من قلبي انو تجربو هاد الوصفاتها اليوم السهلة لخفيفة الضريفة تقدموها بسلطة وتكلوها بالصحة ولهنا لحقنا الى نهايت هالفيديو انا نقولكم نشكوفكم في الفيديو الجاي عن قريب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهم حاجة ما تنسونيش بتعود خير وشكرا ترجمة نانسي قنقر